كشفت شرطة الاحتلال الاسرائيلي انه تم الاثور على عينات من الحمض النووي للمستوطن المتهم بقتل عائشة الرابي على الحجر الذي قذفه على سيارتها وادى الى استشهادها منذ شهر ونصف ونشرت وسائل اعلام اسرائيلية تقريرا مفصلا حول المتهمين والادلة الموجودة بيد الشرطة الاسرائيلية المركزية ضد المتهم الرئيسي في القضية وهو احد عضاء منظمات الارهاب اليهودي في الضفة الغربية وكانت الشرطة الاسرائيلية قد اوقفت احد المتهمين ووجهت له تهمة بقتل المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي قرب حاجز زعترى جنوب نابلس فيما لم يدلي باي اعترافات لفريق التحقيق